اشتركوا في القناة تتلفف حرير والصناعية في مصر ما يتعدوش تجي لهم من اي حتة ومتميزين في كل مجال الرجال الصناعة في مصر طول عمرهم واقفين في ظهر الصناعة المصرية والموضوع بالنسبة لهم مش مكسب وخسارة الموضوع ايمان بان الحكاية حكاية وطن انكتبها ونحكيها لكل جيل وعنوانها بكل فخر صنعة في مصر ومن اكتر من مئة سنة اتحاد الصناعات المصرية كان بيساند ويدعم الاقتصاد المصري بيحفز الصناعة ويدعم الصادرات المصرية انها توصل لكل مكان في العالم اكتر من مئة الف منشاقة صناعية في كل مكان في مصر حفظوا على صوت الصناعة ورسالتها وكانوا عارفين ان كل منتج بيطلع من مصانعهم هو امن قومي ورسالة امان للمصريين تاريخ كبير اتكتب على مر السنين ودلوقتي في الوقت اللي مصر بترسم فيه طريقها لجمهورية جديدة قرار دعم الصناعة ما كانش مجرد كلام او شعار ده طريق بيتشق كل يوم مش بس في تسهيل اجراءات او حوافز للاستثمار لكن كمان بتطوير شامل للبنية التحتية علشان نبني اساس قوي يشيل اي استثمار او صناعة بالوقتي وفي المستقبل اتشق شريان حياة يسهل حركة البضائع ويعمر مناطق جديدة تكون اساس لتجمعات صناعية حديثة ومتطورة في كل اقالي مصر وجنب كل منطقة صناعية بنينا مدن سكنية متطورة فيها الالاف من فرص العمل اللي توفرت طورنا المواني البحرية والجافة وزودنا ساعتها عشان تقدر مصر انها تكون مركز من مراكز التجارة العالمية وربطناها بشبكة الطرق الجديدة وعشان الرزق يزيد والمصانع تكتر كان لازمها طاقة كاف احتياجاتها دلوقتي وبكرة فضعفنا انتاجنا من الكهرباء عشان يوصل لمتين وعشرة مليار كيلو وات في الساعة بعد ما كان مية وخمسة مليار كيلو وات سنة 2014 وطورنا شبكة الغاز حطينا رجلينا على الطريق الصح وواجهنا مشاكلنا ومهربناش منها وأصلحنا سياسة سعر السر علشان المنتج المصري يقدر ينافس في كل دول العالم وشفنا نتيجة قرارنا في كل مصنع ومنتج مصري طلع للنور وكل سوء اتفتح لمنتجاتنا في العالم فارتفعت قيمة صدراتنا علشان تكون 35 مليار دولار في 2022 الهدف وقتها كان ان مفيش مصنع يقف ولا يتعطل واننا نحط ايدينا في ايدينا بعض عشان نبني مصر اللي عايزينها لينا ولولادنا واننا نشجع كل مصري انه يبدأ ومن هنا ظهرت مبادرة ابدأ بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وهدفها كان في اسمها كلمة واحدة بتختصر الطريق ما بين الحلم والواقع ابدأ مشروع رائع بالنسبة الزياد الترمية الصناعية في مصر او يعني يعني دفعة كبيرة لترمية الصناعية في مصر بتاعة ابدأ كلهم شباب واعد عندهم حماس وكلهم قريبين جدا من بعض هم فاهمين هم بيعملوا ايه فالفاهم بتاعهم والحماس بتاعهم بيتنقل لأي حد بيشتغل معهم محفزات كتيرة بتردت تنزل زي الرخصة الذهبية زي الاعفاء الضريبة للمنتجات الأكثر احتياجا لهم المئة وخمسين منتج اللي كان أعلن عليهم فخانة الرئيس مبادرة ساعدتنا احنا كالاتحاد نحقق جزء من أحلامنا وهي إيجاد جيل جديد من الشباب المصريين في مجال الصناعي نصحتي لشباب مصر اللي مقدم على مشاريع صناعية خلي سقف حلمك مفتور على قد ما تحلم على قد ما هتوصل لحلم نزلت مبادرة إبدأ بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة في كل مكان في مصر تدور على كل مصنع واقف أو متعطل وتبقى حلقة الوصل بينه وبين كل الجهات جمعنا رجال الصناعة على هدف واحد شايف الصورة الكبيرة وقدرنا نصنع احتياجاتنا بالجودة المطلوبة كان هدفنا إن مراكز التدريب والتأهيل توصل لكل مكان في مصر وكان الأهم هو التوعية وتغيير الصورة الزهنية للتعليم الفني وإن كل مصري يبقى عارف إن من هنا بيتولد بطل هيبني بلده بعلمه وصنعته كل ده خل الاقتصاد المصري من 2016 هو الأسرع نموا في المنطقة وساهم القطاع الصناعي بنسبة 16.8% في الناتج المحلي الإجمالي اللي زاد من 236 مليار دولار في 2017 لربعمائة مليار دولار في 2021 يعني تقريباً الضعف في خمس سنين بس فزاد عدد العاملين في القطاع الصناعي لأكتر من 3.7 مليون مصري وفي عز الأزمة اللي أثرت على العالم كله رجال الصناع المصريين الوطنيين أخذوا القرار مصنعنا مش هتقف وهنواجه التحدي وهنعدي منه وبفضل الله عدينا ووقفنا من تاني ببساطة مفيش تلمية حقيقية من غير صناعة فما وقفناش ومش هنقف وهنفضل نبن ونعمر ونصنع وعنينا على بكرة اللي نستهلو وفين ما نروح نلاقي منتج مكتوب عليه بكل فخر صنع في مصر